إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا آل بيت رسول الله حبكم فارض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له آل بيتين آل بيتين طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلسين فارفعوا أصواتكم بالصلوات بآل محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حججوا الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وعيي وطينتي عجنات من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني لا عذب الله أمي إنها شربت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسنين فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنين أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد لو أن عبدان لو أن عبدان أتى بالصالحات غدا أعمالنا بين القبول وردها ود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صوام بلا ضجر وقام ما قام قوام بلا مللي وحج ما حاج من فرض ومن سنن وطاف في البيت حافٍ غير منتعلين يكسو اليتاماء من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البور بالعسل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل وعاش ما عاش آلافًا مؤلفتًا خالٍ من الذنب معصوماً من الزلل ما كان في الحاش عند الله ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي الثاني على حب الزهراء الثالثة لصاحبة هذه الليلة وارحمنا بحق محمد وآل محمد واخفر لنا وارحمنا بمحمد وآل محمد ليلةٌ من الليالي العظيمة الكبيرة عند أهل البيت لأن صاحبة هذه الليلة رأةٌ جليلةٌ عظيمة في ميلاد وذكرى ميلاد فاطمة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليه في هذه الليلة نتناول بإذن الله إن شاء الله بعض الملامح الهامة لهذه الشخصية الكبيرة في عدة محاورة ولدت في سنة مئة وثلاثة وسبعين على الأشهر وأبوها كما تعلمون هو الإمام الكاظم سلام الله عليه وأمها أم ولدٍ تسمى بتكتم أو نجمة وهي أيضاً أم الإمام الرضا سلام الله عليه فإذن هي شقيقة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يعني تعبيرنا الدارج خليصة إليه واقعاً أول ما يثير في هذه الشخصية العظيمة هو اسمها فهي سميت باسم فاطمة ونعرف بأن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يهتمون بهذه التسمية باسم فاطمة لماذا؟ لجلالة قدر هذا الاسم الذي يدل على فاطمة الزهراء سلام الله عليها لذلك حينما يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق سكون يجي إلى الإمام الصادق في يوم من الأيام يدخل عليه وإذا هو مغموم سكون مغموم أحد أصحاب الإمام يسأله ما بك؟ فيقول له لقد ولدت لي بنت كانت من نجيه ولد فقال وما في ذلك؟ فعلى الأرض ثقلها وعلى الله رزقها قال له وبما أسميتها؟ قال أسميتها فاطمة استبشر وتهلل وجه الإمام فقال له أَوَمَا وَقَدْ أَسْمَيْتَهَا فَاطِمَةَ فَلَا تَلْعَنْهَا وَلَا تَضْرِبْهَا وَلَا تَسُبْهَا فقط إجلالا لإسم فاطمة وإجلالا إلى ما وضع وما وقع على فاطمة فقط من أجل هذا الإسم لذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه عند أربع من البنات كلهم بإسم فاطمة ومن ضمنهم هذه فاطمة المعصومة أولا فيما يشار إلى مسألة ورودها إلى قم طبعا بعد أن أشخص المأمون الإمام الرضا سلام الله عليه إلى خراسة نفاه إلى خراسة بقيت هي فأرادت أن تلحق بالإمام بعد ذلك بعد سنة من إشخاص ومن نفي الإمام بالفعل بعد سنة عدت العدة إلى أن تريد على أخيها قطعت مسافات طويلة جدا ما كانت وسائل المواصلات مثل اليوم بطبيعة الحال ولا كانت الطرق والشوارع معبدة مثل اليوم فخرجت إلى أن وصلت إلى قرب قم هنا في روايتان في الواقع رواية تقول بأن القافلة تعرضت إلى سطو من أعداء رسول محمد صلى الله عليه وآله وقتل كل الرجال الذين في القافلة ولم يبق إلا النساء فمرضت فاطمة المعصومة في ذلك الحين رواية تقول لا بأن القافلة مشت كما هي طبيعية ولكن قبل مسافات من مدينة قم تعللت ومرضت فاطمة المعصومة فسألت هل نحن بعيدون عن قم عن هذه المنطقة لما سمعت من قم ولما تعرف من قم لأن الكثير من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام وردت في قم وفي فضل قم وأن قم عش أهل البيت وملاذ شيعة أهل البيت وإذا حدث بلاء في الأرض فإن أفضل مكان مأمن هو قم في روايات أهل البيت فأخذوها إلى قم سمع هناك أحد الموالين من الأشعريين وأصلهم من اليمن واسم موسى بن خزرج الأشعري كان زعيم قبيلة شيخ عشيرة سمع بأن فاطمة المعصومة قد أقبلت فخرج لاستقبالها مع جمع من وجوه قم وأنزلها في منزله في بيته وبقيت في بيته لما يقارب من 17 يوم عليلة مريضة إلى أن توفيت سلام الله عليها فدفنها في مزرعته نفس المزرعة اللي هو الآن المرقد الموجود كانت مزرعة إلى موسى بن خزرج فدفنت في ذلك المكان هذه فقط كإطلال سريع على سيرتها وورودها إلى قم واقعا ما هو مهم أيها الأحبة أن ندرس هذه الشخصية لماذا أصبحت شخصية عظيمة لماذا في بعض الأحيان ترد أن هناك بعض الشخصيات تكون كبيرة في واقعها عظيمة لماذا أصبحت هذه الشخصية مرموقة ومحترمة بين الأئمة هناك أدى من الأئمة ماذا تكلموا عن هذه الشخصية لماذا لوجود بعض الصفات الموجودة فيها إحنا راح ندرس شيئا من ملامح شخصية فاطمة من خلال ما ورد على لسان الأئمة عليهم السلام ولسان الرواة من صفات لها أول صفة من الصفات وردت بأنها كريمة أهل البيت كريمة أهل البيت يقولون السيد محمود المرعشي هذا والد السيد شهاب الدين المرعشي النجفي عايش في النجف في يوم من الأيام أقسم على أمير المؤمنين ذهب إلى أمير المؤمنين في النجف في مرقد الإمام وتعبد في مرقد الإمام وأقسم على أمير المؤمنين بأن يكشف له أين قبر فاطمة الزهراء سلام الله عليه يقول أنا أريد فقط أعرف فوين قبر لو رحت أزورها أعرف فوين أزورها بس هذا الأمر أريد ضل أربعين ليلة وهو في مرقد الإمام يتعبد ويصلي ويطلب من الإمام ببركة الإمام يطلب من الله أن يعرفه موضع قبر فاطمة الزهراء سلام الله عليه في الليلة الأربعين يقول السيد يقول في الليلة الأربعين جاءني الإمام فقال لي يا سيد لا أستطيع أن أبوح بسر اعتملتني عليه فاطمة قالت له خل أعفي موضع قبري وما أحد يعرفه لكن إذا أردت أن تزور فاطمة ولك من الأجر ولك من الأجر زيارة الزهراء فزرب كريمة أهل البيت الإمام يقول لي زرب كريمة أهل البيت قال له ومن كريمة أهل البيت قال له فاطمة بنت الإمام الكاظم الموجود والمدفون في قم فهاجر السيد محمود المرعش النجفي من النجف وذهب إلى قم وبقي هناك في قم وإلى الآن موجود قبر شهاب الدين المرعش النجفي موجود في قم وموجود في مكتبته التي استسها في قم هذا يدل على ماذا يدل على منزلة هذه المرأة العظيمة صارت زيارتها تعادل زيارة الزهراء سلام الله عليها ولمن هذا الأساس لماذا هذا الرابط لأنه يقول بأن من ضمن الأمور التي وصفت بها فاطمة المعصومة وصفت بأنها فاطمة الثانية فاطمة الزهراء هي الأولى وفاطمة المعصومة هي فاطمة الثانية لما لها من جلالة القدر الأمر الآخر أيضا من صفاتها أيها الأحبة أنها كانت عابدة ويذكر أهل البيت سلام الله عليهم عبادتها أنها كانت تنقطع إلى الله سبحانه وتعالى قطاعا عظيما كبيرا فأن هذه العبادة هي التي تخلق ماذا تخلق المؤمنين لذلك يقولون إلى الآن في مسجد في قم يسمى بمسجد عامر محراب عبادتها إلى الآن موجود كان لها محراب خاص من أجل العبادة وهنا نلتفت أيها الأحبة إحنا في هندسة بيوتنا إذا نسوي بيوتنا ما نهتم أن نضع جوانب للعبادة جانب زاوية إلى العبادة نفصل البيت ونسوي الهندسة والخريطة والرسومات نضع كل شيء ما ننسى شيء لكن ما في أحد مننا يلتفت إن أنا بخلي زاوية صغيرة هذه مثل المسجد بسويها بأسسها نفس المسجد لو أراد إنسان من أهل البيت هذا أن يتعبد أن يدعو كذا يأتي إلى هذه المكان أحد يسوي هذا الأمر كان في عرف الأئمة والأتقيا والعباد كان لديهم أماكن خاصة إلى العبادة كلما دخل عليها زكريا وين المحراب كان هناك محراب كان لأمير المؤمنين محراب كان للزهراء محراب ما كان يتخذ إلى العبادة وكان لفاطمة المعصومة محراب ما كان يتخذ إلى العبادة تدري شنو فائدة هذا المحراب أنك تعتاد في العبادة في مكان ما حتى لو في منزلك شنو فائدة يقول الفقهاء أنه عند ساعة الاحتضار إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقبض روح إنسان يقولون يستحب إذا كان هو في المنزل يستحب أن يوضع في مكان عبادته في محرابه يشيلونه وين ما كان يصلي عادة وين ما كان يتعبد وين ما كان يدعو يشيلونه يودونه هناك ليش يقول لأن الله سبحانه وتعالى إذا رآه في مكان طالما سجد له وطالما تعبد له فإن رحمة الله سوف تشمله لا محاله فلابد أن يكون هناك في الواقع مكان في بيوتنا إحنا إلى العبادة مكان للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا فيما يتعلق بأداء النوافل والأدعية اللي أفضل شيئا تؤدى مثلا سرا بين الإنسان وبين ربه في التالي لابد أن يكون لنا هناك مكان في هذه العبادة أيضا من صفاتها أيضا وشخصيتها إذا نحن عرفنا بأنها كريمة أهل البيت وعرفنا بأنها كانت عابدة متبتلة متوجهة لله سبحانه وتعالى الأمر الآخر كانت تسمى وتلقب أيضا بالمحدثة وعملية المحدثة هذه واقعا كانت صفات إلى بعض أهل البيت غير المعصومين بلعلها صفات خاصة هل هي خاصة بأناس معينين؟ لا المحدثة بمعنى شنو؟ بمعنى الملهمة من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حينما يرى الإنسان متوجها إليه يحاول الوصول إليه يتعبد فإنه يلهمه أشياء من العلم كنوز من العلم قد لا تطرع على بالي أحد تستغرب يا أخي تستغرب في بعض الأحيان إن بعض العلماء والفقهاء يؤلف لك من الكتب والموسوعات يكتب لك كتابات إنت لو بتحسبها على عدد سنين عمره تستغرب شلون كتب كل هذه الكتابات ما شاء الله عندنا من مؤلفات بحار الأنوار هذا مدى يكتب هذه المجلدات الضخمة بأكملها متى مداه يبحث؟ عندنا مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه عند كتاب سمونا معجم رجال الحديث معجم رجال الحديث هذا يتتبع فيه كل راوي وماذا روى من الروايات وعن من روى وكم رواية وكم يجيبها بالأرقام احنا الآن في عصر الانترنت والكمبيوتر اللي فقط بضغطة زر يصعب علينا أن نحقق هذا الأمر وإذا به هذا لوحده مع انشغاله مع فقاهته مع دروس البحث الخارج مع قيادته إلى الحوزة العلمية والعالم وما إلى ذلك يكتب أكثر من عشرين مجلد في رجال الحديث بهالدقة بتقول هذه مؤسسة بأكمله ما تنجز هذا العمل هذا لا شك أن هناك تسديد من الله سبحانه وتعالى لذلك علماء العرفان اليوم هذا لين شنو عندهم نظرية علماء العرفان يقولون بأن احنا نستطيع في بعض الأحيان أن نصل إلى حقائق علمية فقط من خلال التوجه لله والعبادة لله ليش لأن العلم الحقيقي نور يقذفه الله في قلب المؤمن ولذلك يعيشون هذه المرحلة صدر الدين الشيرازي مل صدر يسمونه يذكر فيه كتاب عند الأسفار الأربع كتاب فلسفي يقول أنا كنت كثير التردد في بعض القضايا عند قضية ما هي أصالة الوجود أو ما هي مشغلنا الآن يقول كنت كثير التردد فيها يوم استدلت شدي وأجيب دليل ثاني ويوم دليل ويوم ذليل ثالث لما عبدت الله وتوجهت إلى الله بانت لي الحقيقة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا حينما تجاهد النفس تشوف الله يفتح لك أبواب من المعرفة أبواب من العلم تقول سبحان الله شلون هذا الإنسان العادي استطاع أن يصل إلى هذه المعلومات وناس قضوا سنوات في العلم وما وصلوا إليه هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة حينما في الواقع نريد أن نصل إلى معرفة الله المعرفة الحقيقية علينا واقعا أولا أن نضمن عملية العبادة الحقيقية لله نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ثق تماما أنك حينما تتوجه إلى الله الله سبحانه وتعالى يهديك يقول عن أهل الكاف إنهم فتية آمنوا آمنوا بربهم فزدناهم هدى لأنهم توجهوا إلى الله انطلقوا إلى الله آمنوا بالله فكانوا ماذا كانوا مصداقا إلى عطاء الله وروحية الله وهكذا أيضا كانت الوقت ضايقنا شوي إذا طولنا عليكم وأنا سامحون ولكن هذه فرصة من أجلنا الواحد يتحدث عن شخصية مثل هذه الشخصية لأن الكثير من جوانبها مغمورة إحنا الروح قوم ونزورها لكن ما نعرفها منه والإمام الرضا كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله ما ننطول أكثر الإمام الرضا يقول من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة عارفا بحقها لازم نعرف هذه الشخصيات حتى تكون قدوة إلينا حتى نتصل بهذه الشخصيات سلة حقيقية توصلنا إلى الله كانت راوية روى عنها الكثير من الروايات في عالم الروايات أيها الأحبة هذه الشخصية العظيمة شلون صنعت كانت صدفة في واقع الناس لا ما كانت صدفة يا جمال وإنما كان هناك عناء وكدح أولا من تربيتها ثانيا للعوامل الذاتية في الإنسان ليس في كل شيء تقول الله هذه بنت إمام وخنت إمام وعمت أئمة لا الذات نفس الداخلية لها أثر علماء التربية علماء الاجتماع يقولون الشخصية تأثر فيها أشياء التي تصنعها منها البيئة يتأثر بالبيئة المحيط منها التربية ومنها أيضا الوراثة العوامل الوراثية وهكذا لكن أهم شيء هي العوامل الداخلية في النفس هذا أهم شيء وإلا فإن أبناء آدم عاشوا ماذا قابيل وهابيل عوامل وراثية مشتركة تربية تربية واحدة بيئة متشابهة واحدة ولكن طلع فارق بين هذا وبين ذاك ليش للاندفاع النفسي من أبناء الأئمة سلام الله عليهم من خرجوا منحرفين الرسول صلى الله عليه وآله نبي الله محمد الرسول صلى الله عليه وآله أوصى بأن يسمى الإمام الصادق بالصادق ليش يقول لأنه سيأتي من ذريته جعفر الكذاب الذي يدعي ما ليس له من ذريته فستجد من أبناء الأنبياء من أبناء الأوصياء من أبناء المعصومين في منحرفين موجود وستجد من أبناء المنحرفين وفي بيوت المنحرفين عظماء وكبار ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت منه فرعون فرعون ضربت مثال للذين آمنوا هي وين عاش عاش في بيت فرعون وهي مثال للذين آمنوا كل من ينطبق عليه بأنهم الذين آمنوا يعني حتى مثال إلى الأنبياء والأوصياء والمعصومين فإذاً هي النواحي ماذا النواحي الذاتية هي التي تخلق في بعض الأحيان هذه الشخصية بأنها شخصية عظيمة هذه الشخصية أيها الأحبة يقولون تدري كان عمرها كم حينما توفيت مو تقول لي والله أنها كبيرة وبلغت من العمر اعتيا وما بلغت هذه المنزلة الكبيرة إلا عقب عشرات السنين حينما توفيت يقولون كان عمرها ثمانية وعشرين سنة أو أقل ثمانية وعشرين سنة أو أقل هذه كان عمرها سلام الله عليها حينما توفيت بعضهم يقول الأقل من هذا السن وشوف شلوني وصلت إلى هذا المقام الكبير ولكن أيها الأحبة خصوصا إلى الأخوات إلى الفتيات إلى أخواتنا النساء سنجد بأن في بعض الفتيات بعض النساء وكذلك بعض الشباب من يصل إلى سن الثلاثين ويصل إلى سن الأربعين وهو ما زال في ترهات المراهقة يصل إلى هالعمر هو ما زال مراهق لعدم وجودنا النضج الرشدي عند هؤلاء يمكن أن يوجد مثل هؤلاء فلماذا يوجد حالة من الانحراف في مجتمعاتنا الإسلامية لأن ليس هناك طموح عند أبنائنا ليس هناك حالة من التوجه لله ما نزرع فيهم حالة التوجه لله يا أخي إذا الوالد ما يصل لصلاة الصبح إلا قضاء تريد ابني يصلي صلاة الصبح أداء ويقوم إليه من الصبح إذا يشوف أبو نايم إذا يشوف الوالد بأنه لا يهتم بفرائض لا يهتم بكذا ما يمكن لكن البيت المؤمن وكلكم مؤمنون بإذن الله الذي يحافظ على العبادة ويحافظ على الصلاة ويحافظ على الصدق ويخلق جو صحي صحيح من أجل ماذا؟ من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى زه النقطة لعلها الأخيرة إن شاء الله ما نطول عليكم كثير خمس دقائق في هذه النقطة تقريبا وهي ما يتعلق بفضل زيارتها كثير من الناس اليوم أيها الأحبة يروحون يزورون أعرف ممن أعرف من المؤمنين من يذهب إلى مشهد في السنة ثلاث أربع خمس مرات يروح خصوصا مع حملاته كذا لكن ما يعرج على قم إلا في السنوات يمكن مرة وواقعا في بعض الأحيان ترى يعني نجد أهمية عند أهل البيت بزيارة بعض المراقد غير المعصومة ومن ضمن هذه المراقد مرقد سيدنا الحمزة من زارني ولم يزر عمي الحمزة فقد جفاني اهتمام لقدر هذه العظمة هذه الشخصية الشخصية ومنها أيضا مسألة زيارة فاطمة المعصومة بذكر ليكم فقط روايات مو عن فلان وفلان لعن الأئمة في فضل زيارتها يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن لله حرما إلى ما بقنا الناس كامل يقول إلا ألا إن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قم ثلاثة منها إلى قم تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم بشفاعتها شفاعتها شفاعتها تدخل الشيعة جميعا إلى الجنة يقول أيضا الإمام الصادق من زارها عارفا بحقها فله الجنة ضمانات من الإمام ضمانات يقول عن سعد بن سعد سألت الإمام الرضى هذا سعد جايس أل الإمام الرضى يقول له عن فاطمة بنت موسى بن جعفر فقال له الإمام الرضى سلام الله عليه من زارها فله الجنة لاحظ وأيضا قال الإمام الرضى من زارها عارفا بحقها فله الجنة وعن الإمام الجواد سلام الله عليه قال من زار قبر عمتي بقم فله الجنة هذه كلها روايات موجودة لاحظوا في ملاحظة بسيطة أقولها نحن في بعض الأحيان في مسألة زيارة القبور نجد معظم الزيارات إذا تقول لك أن أنت روح زر قبور الموتى المؤمنين العاديين دائما يقولون بأن إلى الميت يحصل له مثلا أونس من زيارتك لا يحصل ثواب في زيارة الأئمة والأولياء الصالحين ومنهم فاطمة المعصومة الروايات لا تتكلم عن الثواب الذي ستحصله ماذا المزور الذي تزوره فاطمة ما تتكلم عن الثواب اللي بتحصله من زيارتك وإنما تتكلم عن الثواب الذي سوف يحصل إلى من؟ إلى الزائر نفسه أنت اللي بتحصل الثواب عادة إذا تزور قبور المؤمنين أنت تتحصل الثواب وأيضا صاحب القبر تنص الروايات على أن له ثوابا لكن هنا ما تنص الروايات هذه على أن صاحب القبر له ثوابا من زيارتك وإنما أكثر النصوص تتكلم على أن هناك ثوابا للزائر نفسه إذا ذهب إلى زيارة الأئمة وذهب إلى زيارة الأولياء فأنا المستفيد من الزيارة ترى ولذلك علينا واقعا أن نجد واقعا إلى ماذا إلى زيارة هذه البضعة المدفونة هناك يقول أيضا مل صدر نفسه هذا الشيرازي اللي تكلمت عنه مني شوي يقول كلما استصعبت علي مسألة هو يعيش في بلدة يسمونها الكرك بعيدة شوي عن قم يمكن ما يقارب من 25 كيلومتر يقول كلما استصعبت علي مسألة جديت المشية مشيت إلى قم إلى قبر فاطمة المعصومة أدعو الله هناك وإذا بالمسائل تنفتح أمامي سبحان الله هذه كلها من شنوه هذه كلها ببركة هذه الببعة الطاهرة التي هي من آل محمد الثانية الثانية الثالث على حب الزهراء أدعو الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد بارك الله بارك الله صلى الله على إلى مجد سوى مجد محمد نور في الأكوان مخلد شمس في الآفاق توقد يا مصطفى طاها يا أحمد كشف الله به الظلمات وغدى الهادي فوق هدات آيات تتلو آيات لا نور سوى نور محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وعلي مولى الأخيار وقسيم الجنة والنار بايعه كل الأطهار بغدير أو يوم دار أبصم يا كرار بدمي في اليقظة أهواك وحلمي معكم في الحرب وفي السلم يا نفسا للطهر محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله يا ببعة نور المختار لا تنجب إلا الأقمار بثت في الأرض الأنوار دري كوكبها نظر ومضي سندسها عطر كل الأملاك بها سحر عرفوها زهراء محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله للحسن قلبي يشتاق معشوق جنن عشاق سبط معطاء دفاق حسن المظهر والأخلاق فسلام الله على الحسن معطاء شهم مؤتمن أحيا فينا كل السنن نفديك يا سبط محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وحسين من مثل حسين قد شطر القلب لقلبين قولوا إن جئتم لحسين يهوك أهالي البحرين يهوك أهالي البحرين لولا كلما كنا شيئا وبشوق ناتيكم سايا هيا يا بحراني هيا لحسين محبوب محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله فاطمة المعصوم نور من السماء للمؤمنين فاطمة المعصوم نور من السماء للمؤمنين بانتمام اختمام وعمة ائمة ائمة طاهرين منها قم ضوت وصارت فوق نور الفرق دين لها من عندنا تحية عابدة وبر وتقية لها من عندنا تحية ارفع ايدك لا تستحية ارفع ايدك عابدة وبر وتقية ها خوتي ها ويوم المحشر تشفى علينا يوم المحشر يلا ثلاث مرات ويوم المحشر ويوم المحشر ويوم المحشر وياي انا اختصر اليكم يعني هم اطوال بس اختصرهم ليكم بس جوابوا اياي ها احنا من حملات حيدار جينا من هذه المنابر احنا مصدرنا رسول الله وهو اعلى المصادر وحنا في درب الأئمة نمشي وبهذا نفاخر نبخار بنور الولاية ونعتلي برج الهداية ونفخار بنور الولاية نعتلي برج الهداية ها خوتها وحيدار بالكوثر يسقينا حيدار بالكوثر وحيدار بالكوثر يسقينا وحيدار بالكوثر يسقينا يقول الحديث شيعتنا خلقوا من فاضلي طينتنا طينة الشيع الموالي وطينة الكرار وحده طينة الشيع الموالي وطينة الكرار وحده جزيئا تنعجنا واجتمعنا كلنا عنده ولي والي قلبه حيدار ولي والي قلبه حيدار ما في بين الناس قد اسمع ننفجر والنادي حيدار تحضر بكل شدة تحضر ها خوتها بس كلمة حيدار تنجينا بس كلمة حيدقة بس كلمة حيدار بس كلمة حيد وعيد بس كلمة حيدار dugعيد بس كلمة حيدقة ما يهمنا من الأعادي وما يهمنا من الدواعش ما يهمنا من الأعادي وما يهمنا من الدواعش إحنا من أبواب جينا وهم فروا من الدرايش إحنا من أبواب جينا وهم فروا من الدرايش نبقى إحنا العصل في التاريخ ويبقون الهوامش يدعون دولة خلافة ها؟ تدعي دولة خلافة بس علي دولة خلافة تدعي دولة خلافة بس علي دولة خلافة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ولمحمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ولمحمد اللهم من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضها له اللهم فرج لنا من عندك فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين اللهم فرج شيخنا الجليل اللهم اجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم ارحم شهدانا وموتانا اللهم شافي مرضانا وجرحانا اللهم فك قيد أسرانا أرجع غربانا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم لأرواح موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم احسن حالك يا كريم 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 شكرا